بسم الله الرحمن الرحيم سيدات سادة النواب الكل يسأل عن أسباب تغيير سعر الصرف وأحد الأخوة النواب أشار قال لغاية الآن ما عرفنا شون تغير سعر الصرف وشنو الآلية وليش صار تغيير سعر الصرف أمانة المسؤولية والأمانة الأخلاقية تتطلب منها أن نكون صريحين وواضحين أمام الشعب ما هي مصلحة وزير أو ما هي مصلحة رئيس وزراء ما هي مصلحة نائب ما هي مصلحة رئيس مجلس النواب أو كل مسميات الدولة من تخفيض سعر العملة الوطنية قبل قليل سمعت من السيد النائب قال أنه كل العالم يدعم العملة الوطنية مالتا ليش بالعراق صار العكس رح أرجع لكم إلى تسلسل الأحداث حدثت في عام 2020 في عام 2020 انخفضت صادرات العراق النفطية من ما يقارب تلاثة وتسعمية مليون برميل إلى دون الثلاث دون الثلاثة مليون برميل بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط يعني متزامنة مع انخفاض أسعار النفط نزلت إيرادات الدولة أو الكميات المصدرة من النفط إلى ثلاثة أربعة الكمية اللي نصدرها سنويا أو نصدرها بشكل يومي وبالتالي سنويا هذا يقلل من إيرادات الدولة مع انخفاض أسعار النفط لأن العالم كله وقف ماكو طلب للنفط ولا مكو مصانع تشتغل وكان أمام الحكومة العراقية التزامات وكان أمام القوة السياسية المشكلة لمجلس النواب وأيضاً لمشكلة إلى الحكومة العراقية مسؤولية تأدية التزامات لدولة أمام مواطنيها أذكر في شهر ستة من عام الفين وعشرين شرع مجلس النواب بناء على طلب الحكومة الحكومة اللي هي الحكومة الحالية أول قانون أرسلتنيها الحكومة هو قانون الاقتراض الداخلي في شهر ستة حتى يتمكنون من دفع الرواتب على ما أذكر كان القانون يتحدث عن ستعش أو خمسة عشر تريليون ونصف ثلاثة ونصف عدهم مبالغ مدورة سمحنا لهم مجلس النواب انطاهم غطاء تشريعي للاقتراض الداخلي بقيمة 12 تريليون الـ 12 تريليون تم خصمها من البنك المركزي من احتياطات النقدية للبنك المركزي بعد خمس تشهر أجتهم تكمل الأزمة المالية ما عدوا مفلوس رواتب ما عدوا مفلوس إنفاق أرسلوا إلى مجلس النواب قانون تمويل العجز أكو عجز بالموازنة بعد خمس تشهر طلبت الحكومة مبلغ على ما أذكر كان أكثر من 30 تريليون خفض مجلس النواب خفض إلى النصف وقعدنا في جلسة مطولة الفنيين من الحكومة الفنيين من المركزي اقتصاديين حتى من القطاع الخاص ومن الجامعات بالإضافة إلى المعنين في اللجنة المالية في مجلس النواب وتم إقراض الحكومة أو السماح للحكومة بالاقتراض بقيمة 20 تريليون 12 زاد 20 32 تريليون عجزة الحكومة إيرادات الحكومة قليلة حتى بس يدفع رواتب حتى بس يدفع رواتب وما اندفعت بوقتها مستحقات الفلاحين اللي عبرت على عام 2021 البلد كان يمر بأزمة مالية حقيقية كملة شهر الهدعش جينا إلى السبوعين الأخيرة من السنة المالية في عام 2020 وزير المالية قال لا يوجد مبلغ لدفع رواتب الموظفين ابتداء من العام القادم تريدون أطلع للإعلامة تحدث والاقتصادين اللي معاه والكادر المتقدم والأخ رئيس الوزراء وطلبه اجتماع للقوة السياسية هذا قرار سياسي يتعلق بقوت الناس يتعلق بإدارة الدولة يتعلق بحماية مقدرات الشعب كانت الحلول المطروحة الآنية حتى تصرف رواتب الناس حتى تبقى خدمات على الحد الموجود وتمشي الدولة العراقية كانت الحلول المطروحة تخفيض رواتب الموظفين قيمة التخفيض 30% وكان مقترح آخر مقدم تسريح موظفين وإحالتهم على التقاعد الإجباري وكان مقترح آخر إيقاف كل المشاريع والخدمات في كل المكانات وإيقاف الموازنة الاستثمارية وكان مقترح آخر الاقتراض الداخلي والخارجي هذه المقترحات بالإضافة لأسعر الصرف ونحن أمام مسؤولية تاريخية والكل معني بإدارة الدولة والكل معني بإيصال البلد إلى بر الأمان هل نسمح للحكومة العراقية بالمرور على صندوق الأجيال اللي هو احتياطي المركزي اللي دائماً من ننطيهم غطاء ما هو الاقتراض الداخلي هو حسم سندات لدى البنك المركزي نطلع من عنده نقد وننطيه سند من المالية عملياً بدنا فلوس الدولة بورقة تسحب من الاحتياطي وتوضع مكانها سند سند قابل للتداول موثوق بس عاملين هو سحب للنقد ننطيه غطاء مرة أخرى يروح يسحب الاحتياطات المتبقية العملة العراقية تنهار لأن قوة العملة ويمكن كثير منكم اقتصادين قوة العملة بقيمة الاحتياط اللي موجود أمامها هل نسمح بتخفيض رواتب الموظفين هل نسمح بإحالة الموظفين للتقاعد هل نسمح بإيقاف كل ما اسم خدمة في مؤسسات الدولة ما كان الخيار المتاح وكانت الخيارات المطروحة أن كل ذن يمشن كان يكون موقف للقوة السياسية أنه لا يمكن المضيب كل هذه الإجراءات سوياً ما كان الخيار اللي هو أقل ضرر من الأخريات إلا تعديل سعر الصرف تعديل سعر الصرف الآن يتحدثون عن إيرادات متحققة 82 تريليون تعديل سعر الصرف حقق إيراد إلى وزارة المالية 22 تريليون لو ما متعدل سعر الصرف مين تجيبوه 22 تريليون تصرفونه الرواتب أنا أسأل وزير المالية مين تجيبوه أنا أسأل الحكومة ما أعرف أنا الطريقة لوزارة المالية ورئيس الحكومة طريقة عرضهم للمشكلة للناس وحلولها المفروض تكون أكثر توفيقاً يصارحوهم بالحقيقة يقول لها أنا هذا حقق 22 تريليون ما عندي أدفع راتب ما عندي أجيب دوة ما عندي أسوي كذا السكوت عن المشكلة يسبب مشكلة أكبر حقيقتها هذا التعديل بسعر الصرف حقق 22 تريليون أنتم اليوم تمثلون الشعب وأنا أجزوا منكم إذا نريد نروح إلى تخفيض سعر الصرف علينا أن نبحث عن هذه 22 تريليون شون نجيبها الوزارة المالية وإذا أبقى سعر الصرف أضم صوتي إلى صوتكم لا يتم تمرير سعر الصرف هذا بدون معالجة المشاكل للطبقات الفقيرة والطبقات الدنيا ما قد يحتاج لها الحصة التموينية حتى نأمن حصة غذائية للناس ما قد يحتاج لها الأدوية حتى نوفرها للناس مستلزمات الحياة اليومية أدوية ومواد غذائية وتوفير مبالغ الرعاية الاجتماعية أو آليات لتشغيل الناس حتى نوفر قوت يومهم هذا العلاج ما توفقت به الحكومة سهلنا لها الإجراءات ولم توفق بهذا الإجراء إذا ما كان معالي وزير المالية ومن خلالك إلى الحكومة العراقية الحاجة ملحة الموجودة بما يتعلق بسعر الصرف ولكن في نفس الوقت عليكم أن تأمنون الضرورات قبل المضي بالمعالج الآن خلينا نفكر كيف نعالج كيف نوفر الضرورات للناس حتى ما تضرر طبقات الفقيرة اليوم أخوانكم وإخواتكم النواب كل واحد منهم من حيوة كل واحد منهم من مدينة وكل واحد منهم مكان المداخلات الكثيرة هو ينقل معاناة الناس إلى مجلس النواب أرجع وأذكر أخواني وإخواتي النواب أكبر صفقة فساد مرت بتاريخ الدولة العراقية هو تغيير سعر الصرف في عام 2012 هذا كان قرار غير مدروس قرار لصالح منتفعين قرار لصالح جهات مسنودة ومتنفذة في الدولة العراقية في حينها بعد عام 2003 قاعد صندوق النقد الدولي وقاعد صندوق عفوا النقد الدولي والبنك الدولي مع المختصين بالاقتصاد ويدرسون 25 سنة لي قدام شافوا أنه إمكانيات العراق على حجم صادراته النفطية على حجم النمو السكاني أنه العملة ما لتتصير ب1500 في حينها جينا بقرار بجرة قلم المعنين يعني في عام 2011 أو عام 2012 لصالح منتفعين نزلوا سعر الصرف حتى يحاولون الكتلة النقدية بالدنار العراقي إلى قيمة أعلى بالدولار عادة الرؤوس الأموالهم هم الدولار العملة الثابت يعني مثلا المتنفذ فلان كان عنده 150 مليار المية وخمسين مليار في حينها تجيب 100 مليون دولار إذا تحولها على سعر الصرف من تغير سعر الصرف بدون سابق انذار صارت المية وخمسين أو المية مليون دولار تكلف مية وثمانتعش وميتين مليار بقى عندما يقارب 38 مليار إضافي على سبيل المثال للحصر ربح بهذه الحركة 38 مليار دينار عراقي في حينها قيس حجم العقود اللي كانت موجودة بالدولة العراقية وحجم النقد من عام 2010 وال2011 وال2012 وال2013 اللي كانت الأموال بوفرة وكلها تحولت إلى أرصدة نقدية خارج العراق حسنا لا أدعي الكل ولكن هذه الحركة النقدية صارت في حينها وتحولوا أشخاص إلى رؤوس أموال في عشية وضحاها يروح يقترض أحد النواب قال شغلة مهمة قال المعلومة منه طلعها أكو ناس كانت تعرف أنه سعر الدولار راح ينزل راح واقترضوا من المصارف دينار عراقي وحولوا إلى دولار بعملية بسيطة ومليومين حولت إلى مليار دير هاي الصفقات اللي نتبع وراها ونشوفها وين راحت فلوس الدولة هاي صارت بليل أو يوم الآن إذا ترجعون على سعر الصرف أنا أعرف حجم المعاناة اللي تستشعرونها من مواطنيكم ولكن بعض المصارف الأهلية راح تستفاد بإعادة سعر الصرف مليار دولار تستفاد مليار دولار ما أنا أعطيكم ما راح يصير مصارف أهلية إذا عاتها لدى البنك المركزي العراقي بالدينار العراقي مجرد أنه نرجع سعر الصرف بدل ما تجيب لهم لنفس الآلية راح تصير الآلية لصالح إعادة سعر الصرف راح المبالغ بالدينار تجيب لها مبالغ أكثر بالدولار هاي فرقها مليار دولار هل نبحث نعم كنا نبحث عن مصلحة القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص ولكن هذا التباين السريع في إدارة العملة النقدية يخلق عندنا طبقة فقيرة ويخلق عندنا طبقة يعني عالية جدا أرجع وإنه أرجع أقول علينا أن نفكر بالحلول وزارة المالية تحمل مسؤولية كاملة تضع الحلول حتى نقدر ندعمها بهذه الإجراءات لا تضع الحلول سيكون قرار المجلس حدي بهذا الأمر ولا يمكن أن نسمح باستمرار الضرر الذي يقع على عاتق المواطنين أرجع وأكرر الغذاء الدواء والطبقات الفقيرة اللي ذكره كل السيدات والسادة النواب ذني تكون أولويات الدولة أولويات الحكومة مجلس النواب رح يراقبها بشكل واضح ويراقبها بشكل صريح وأرجع أقول أن هذا الفرق اللي سار بسعر الصرف حقق لوزارة المالية 22 تريليون اللي أمنت مفاصل كثيرة في الدولة العراقية أمنت رواتب بدل ما يصير خصم رواتب بدل أمنت انفاق في مؤسسات كثيرة على الحكومة أن تجي تسوينا خطة ترسلها إلى مجلس النواب تقول أنا رح أسوي هاي المعالجات واحد اثنين ثلاث اربعة مع الوزير المالية شقد تحتاج حتى تقدمنا رؤية إلى مجلس النواب تقول أنا أعتقد هذه الحلول لمعالجة المشاكل في الطبقات الهشة والفقيرة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة